قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد العميري إن موظفي الإقليم الذين لم يكتمل توطين رواتبهم سيتقاضونها نقدا أشار العميري خلال لقائه مع رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد أشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية تنسق مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم الكردستان من أجل الحفاظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لأسباب فنية أو إجرائية مبررا صرف الرواتب نقدا كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بسبب الإجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة من جانبه أشار بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن رسم السياسة المالية والكملوجية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية إبرا حدود الإقليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من صلاحيات الحصرية للإتحاد لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آلية التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم تنفيذ هذه السياسة تحديد آلية التنفيذ